الحاج عمضان سجل خمس نقاط فاول اتحاد الجزائر جوزيف سجل نادي اتحاد الجزائر والكرة مع اللاعب جوزيف جوزيف رجالي تلوتاني وبيحاول جوزيف الاستلام وفعلا استلام جوزيف لكن جوزيف معه ساندو وجوزيف يكسب اتناشر حداشر ستاشر اللاعب جوزيف مسعودي ردوان جوزيف بيسجل الميديم جوزيف اتنين وقت الباص ليه جوزيف البطيء اللي مسيطر به نادي كطر هو اللي جعله يتحكم لكن ما بيجيبش وجورج وليامس جورج وليامس بيسلم مشكلة عند اللي بيشوت ما بيسجلش هو الحل للتصريب اه بس مين اللي يصاوب طيب هلفي احتمال تاني انه ممكن نجاري الملعب مش عالي هينفع ولا الله عليك خاطر من كرة ضيق بيسجل جزوت سلم لي جورج 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 وليامس جورج بيروح اللي عم رقم سبعة ميهم بيسجل جورج 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 وليامس متبقي خمس سواد وبيشوت جورج جورج وليامس هيحاول يروح راح جورج وليامس راجل ده بيشوت برميلة برميلة اللي يميد جورج جورج وليامس البرميلة وبيجيب بقيش بقيش رايح وجورج لكن هولند بيحط ايده و نشوف اللي هيحصل انا شايف جزوت اهو هيطلع اه واضح ان جورج اللي هيشوف جورج اللي هيروح مفيش وقت ويسجل ويسجل تايم لونت لو ترامد كرة من بره يبقى تعالي وسجل التانية يبقى كده ايه تلاتاشر ثانية لازم يلعب على السري بوينت طبعا هم عندوش تايمات ياخدوا فكده لازم يلعب على السري بوينت ويلعب فيه مش دلوقتي يعني مش دلوقتي لا يمكن بقى ثانيتين ثانية هيشوت هولند 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 يا راجل يعني المباراة مشيت سهلة وسلسة وهدية اللعب برميلة وبيحاول عبدالقادر ديوم ديزل مكان بيهو جورج سجل جورج الاولى بيبقى كده فيه تلت نقاط فرق وبقى اربع دقايق واثناشر سنية ولا يهمك يا عازم ولا يهمك قوم قوم وفاول جورج وليمز بيسجل الولى ليرتفع الفرق الى ستة نقاط الى خمس نقاط سوري يوقف الملعب يوقف الملعب بفاول ستة ثواني ويسجل ستة وسبعين سبعين ومتبك ستة ثواني ويسجل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة